تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج النقاش كرابي اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس واللي بنترح فيه فكرة بعض اللي حين بتكون غريب بعض اللي حين بتكون عادية وبس مع آراءكم وتعليقاتكم وبنتعلم من بعض مبارح الفربور خرج أمام ريال مدريد من أنفلد وفتح تساؤلات كثيرة ربما بالنسبة للبعض إنه هذا الفريق اللي كان من أعلى الفرق كثافة من أعلى الفرق حدة فقد كثير من نفسه من شكله من شخصيته فقد كثير من حسمه يوم سقوطه الشهير أمام أتلتكو مدريد فيما يسمى معركة أنفلد بعدما توعد عدة لاعبين من اللي بربول إنهم يكرروا اللي عملوا مع برشلونة بقى أتلتكو اللي فايز واحد سفر ولكن لما إجا الواقع جاء أتلتكو وخرج سالم منتصر متأهل ومن يوم اللي بربول فقد شيء فقد شيء واضح بنفس الوقت بايرون خسر مع سان جيرمن ومن أول خسارة الذهاب انفجرت المشاكل الداخلية وطلعت للعلن وتصريحات رسمية وبدأ كلام عن تغييرات بالأسماء واللاعبين والأولويات وكل هذا التفاصيل وكأنه مباراة واحدة من اللي بربول أمام أتلتكو مباراة واحدة من بايرون أمام سان جيرمن فجرت الوضع وأنا عندي قناعة إنه مباراة يوبي وأيكس اللي خرج فيها اليوفنتوس أخذت روح اليوفنتوس من وقتها وما رجعت لأنه من بعدها ما رجع نفس اليوفنتوس أبدا من حيث الروح والشخصية والجماعية في شيء تفكك تماما بعد تلك المواجهة خرج أليغري ثم ساري ثم بيرلو وما حدا قادر يرجع الفريق اللي كان قبل تلك المباراة في مباراة بس في شيء فقد باليوفي منذ تلك اللحظة مباراة واحدة غيرت كثير من شكل فريق وسؤالي هون للجميع في قضية النقاش تاعتنا اليوم اللي هي هل ممكن مباراة تنهي مشروع رياضي؟ هل ممكن خسارة تنهي مشروع كرة قدم كامل نشغل عليه السنوات ونبنى سنوات؟ هل يمكن الإحباط والتوتر وردة الفعل تاعة مباراة واحدة؟ يخليك مش قادر ترجع تحاول مرة ثانية؟ يخليك خلص بكفي أنا هذا حدي وانتهى أو يخليك تقول خليني أبلش من جديد؟ هل ممكن لمباراة يكون لها التأثير هذا أكثر من خمسين وستين مباراة من النجاحات؟ حكولي رأيكم وحكولي أيضا لو أنتم متفقين أنه ممكن مباراة تهد مشروع كيف ممكن تخلي الفريق بأقل الضرر لما تيجي هيك مباراة مؤثرة مؤلمة للفرق؟ نوصل هون لنهاية النقاش الرياضي بذكركم أنه بيجي مني أنا محمد عواد عبر قناة سيربيس بورت الأكثر تنوع من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها والسلام عليكم ورحمة الله